ميليشيا الحوثي تشن قصفا مكثفا على القرى السكنية غربي تعز ميليشيا الحوثي تلزم مالكي الصلاة بأخذ تصريح مسبق لإقامة الأعراس وتقتطف ناشطا في صنعاء وشرطة حضر موت تحذر المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار تسبب أو تتسبب بانهيار منزل في ريمة نشرة الأخبار أهلا بكم جددت ميليشيا الحوثي للإرهابية قصفا وسهداف الأحياء والمناطق السكنية غربي مدينة تعز وقال مصر محلي ليمن شباب أن الميليشيا قصفت بشكل مكثف منازل المواطنين في منطقة الضباب بمختلف الأسلحة متسببة بحالة من الهلع والخوف في صفوف الأهلي وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أصيبت الطفلة رهف راجح البالغة من العمر عشر أعوام برصاص قناصة الميليشية في وادي الأمان بذات المنطقة أعلنت شرطة مأرب إلقاء القبض على أحد عناصر الخلية الإرهابية التي كانت تعمل على تفجير وتفخيخ الأطقم العسكرية بالعبوات الناسفة بالمحافظة وذكرت في بيان الله أنها وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا عن الخلية الإرهابية قامت بالرصد والتحري والمتابعة حتى تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تلك الخلية وما زالت تتابع بقية أعضائها الفرين حتى يتم القبض عليهم وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت السبت الماضي من تفكيك وأبطال عبوات الناسفة زرعات من قبل خلايا إرهابية تابعة لميليشيا الحوثي على الطريق الصحراوي وكذا تفكيك عبوة الناسفة كانت مزروعة قرب مخيم للنازحين بضواحي مدينة مأرب فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية إجراءات قصرية جديدة تحد من أي تجمعات للأهالي والمواطنين في مناطق سيطرتها إلا بتصريح مسبق منها وظهرت وثيقة صادرة من ميليشيا الحوثي أمس تلزم ملاك القاعات والصالات بمنع إقامة أي نشاط إلا بترخيص مسبق من مكتب ثقافتها في أمانة العاصمة كما تضمنت منع جميع الفرق التي تعمل في المناسبات من تقديم أي حفل إلا بإذن منها وتصريح خاص لكل فعالية واحتفال يشار إلى أن حفلات الأعراس والتخرج والتجمعات الشعبية تحولت في أكثر من مناسبة إلى احتفالات رافضة لتواجد ميليشيا الحوثي أفادت مصادر محلية باختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية النشط واليوتيوبر اليمني أحمد علاو عاقب أيام من اختطاف عدد من الناشطين الذين انتقدوا الفساد في ظل الغليان الشعبي الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرتها مصادر محلية قالت إن الميليشيا اختطفت الناشط علاو المتهم أو المهتم بالشأن الرياضي من أحد شوارع صنعاء واقتدته إلى جهة مجهولة عقب انتقاده فسادها وجرائمها وإعلانه التضامن مع المختطفين الذين يقبعون في سجونها ومنذ عدة أسبوع شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة طالت عددا من الإعلاميين والناشطين والمواطنين في ظل تصعود الغليان الشعبي والدعوات لثورة جياع واسعة ضد قيادات الميليشيا في غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة عن لجوء ميليشيا الحوثي منذ نهاية الأسبوع الفائث إلى إضعاف خدمة الأنترنت على صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها أصد تصعود الدعوات لتفجير ثورة جياع في وجه الميليشيات بسبب تخوفها الكبير من دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين مواقف شعبية مناهضة لها ورافضة للسياسات الإفقار والتجويع وجرائم القمع والابتزاز وأكد عدد من سكان صنعاء سمرار تردي خدمة الأنترنت بصورة غير مسبوقة لافتين إلى أن ذلك البطء تصاعد أكثر خلال الأيام القليلة المنصرمة متهمين ميليشيا الحوثي بأنها تسعى لعزر اليمنيين عن العالم بحسب صحيفة الشرق الأوسط وقال السكان وإنهم يعانون من صعوبة كبيرة أثناء الدخول إلى حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ما قالوا إنه ضعف غير مسبوق في خدمة الأنترنت ختم اليمنيون العام الماضي 2022 بأيام ساخنة تمثلت في تنامي الغليان الشعبي في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإنقلابية على نحو غير مسبوك خفت الحرب وهدأت أصوات الصواريخ والمدافع إلى حد كبير خلال العام 2022 مقارنة بسنوات الماضية ومعها تعرى الحوثي أكثر وتبخرت آخر مبرراته الزائفة التي كانت ميليشياته تتذرع بها عن جرائمها وفشلها ولصوصيتها وعنصريتها ونهبها لرواتب الموظفين وتعطيل مصالح وأعمال الناس إذ ظلت تفعل كل ذلك تحت مبرر مواجهة ما تصفه بالعدوان والتركيز على جبهات القتال لكنها اليوم تبدو عارية تماما ومفضوحة أكثر من أي وقت مضى أمام الشعب وسكان المحافظات والمناطق الواقعة تحت احتلالها بينما تصاعدت أصوات الرفض والاحتجاج الشعبي في تلك المناطق لتشكل التحدي الأبرز لعصابة الحوثيين التي أثبتت أن عدوها الأول والأخير هو الشعب في الداخل وليس الخليج والخارج مظاهر الاحتجاج والغضب الشعبي شملت صورا متعددة بعضها ردات فعل عنيفة ومقاومة كما حدث في بعض قرى همدان وقيفة رداع وبعضها تحركات سلمية أخذت شكل وقفات احتجاجية في صنع ومطالبات بالخدمات والرواتب واحتجاجات أخرى تطالب بإزالة الحصار على مناطقهم وأراضيهم وثانية تنادي للإطاحة بمسؤولين حوثيين من عدة مؤسسات حكومية يسيطرون عليها نهيك عن أصوات ترتفع أكثر رفضا للجبايات وعمليات النهب والسطو فيما تتزايد بالفعل جرءة التعبير عن التذمر والرفض في وسائل التواصل الاجتماعي حتى أن الحوثية بدت مجرد عصابة تشكل أقلية معزولة فزادت من وطيرة استعمال العنف والقمع واختطاف الناشطين والمواطنين الفاعلين في وسائل التواصل كما جرى لأحمد حجر ومصطفى المومري في محاولة منها لإسكاة الأصوات الشعبية المتصاعدة ضدها صور أخرى من الرفض والاحتجاج مصدرها التجار والقطاع الخاص رفضا لسلسلة من القرارات الحوثية ومحذرا من الدعوة إلى إضراب واسع ردا على الإجرام الحوثي بحقهم احتجاجات خرطت فيها شرائح اجتماعية وقبلية ممن أبدت تأييدها في الماضي لميليش الحوثي وساندة انقلابها واليوم تعبر عن ندمها ورفضها وتذمرها بالإضافة إلى قطاعات كبيرة محصوبة على حزب المؤتمر الشعبي الذي ما زال ظاهريا في حلف مع الحوثيين أما عن أسباب هذا الغضب المتزايد والاحتجاج المتصاعد فتدور حول انكشاف عقيدة الحوثي التي تحصر الحكم والعلم والمال بالأسر الهاشمية مع كونها عصابة خالية من الأحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين وتنظر لمؤسسات الدولة كغنيمة وأدات الاستقواء على الشعب إلى جانب فقدان أنصار الحوثي لأي أمل بإمكانية انتصار العصابة الحوثية عسكريا وارتفاع كلفة الحرب وتبعاتها القاتلة أفادت مصادر محلية بتحول ميليشيا الحوثي الإرهابية مقبرة عامة في محافظة إب إلى سوق شعبي ضمن حملتها المتواصلة لنهب أراضي الأوقاف والمواطنين وقالت المصادر إن الميليشيا حولت مقبرة عامة في منطقة السهلة بمدرية حبيش إلى سوق شعبي لبيع القاتل والخضروات ومنذ أشهر شرعت قيادة حوثية نفيذة بالسطو والاستيل على الأراضي والمقابر المملوكة التابعة للأوقاف في محافظة إب أفادت مصادر حقوقية بتعرض النساء في السجون الميليشيا الحوثية الإرهابية للانتهاكات والاعتداءات المتواصلة وصلت حتى حد التهديد بالتصفية ووفق المصادر فإن المختطف أسماء العميسي ومحتجزات أخريات تعرضنا للاعتداء على أيدي حراسة السجن المركزي في صنعاء والتهديد بالتصفية الجسدية مشيرة إلى أن العميسي تواجه وضعا صحيا سيئا نتيجة معاناتها من أمراض عدة وصفت بعضها بالخطيرة بحسب تقارير طبية يذكر أن العميسي اختطفت في أكتوبر من العام 2016 بتهم ملفقة وجرت محاكمتها صوريا أكثر من مرة كان آخرها في نهاية يونيو من العام الماضي حيث قضت المحكمة الجزائية بسجنها عشرة أعوى في السياق قال رئيس لجنة المفاوضات الحكومية بشأن الأسرة والمختطفين هادي هيج اليوم إن أوامر الإعدام التي أصرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا تهدف إلى إفشال أي تقدم في ملف التبادل وأوضح هيج في تغريدة على تويتر إن أحكام الإعدام الصادرة بحق مختطفين من أبناء صعدة والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف التي تستخدمه ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر وكانت ميليشيا الحوثي وعبر ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أوامر إعدام السبت الماضي بحق ثلاثة معلمين من أبناء المحويت مختطفين منذ ثماني سنوات بعد نحو أسبوع على أوامر مماثلة بحق عدد من أبناء صعدة بينهم مختطفين ومخفيين منذ سنوات وثق مرصد حقوقي تسعا وثمانين حالة انتهاك ضد الحريات الأعلامية في اليمن خلال العام الماضي الفين واثنين وعشرين التقرير الصادر عن مرصد الحريات الأعلامية قال إنه وثق حالتي قتل وحالة إصابة واحدة وثلاث عشرة حالة اعتقال وثمان عشرة حالة اعتداء وثلاث عشرة حالة تهديد وتسع حالات احتجاز للصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي وثلاث حالات تحريض ومنع من التصوير واختراق حساب أحد الصحفيين إلى جانب ثلاث عشرة حالة محاكمة واستدعاء لصحفيين للنيابة وسبع عشرة حالة انتهاك مرسة ضد مؤسسات إعلامية وبحسب التقرير فقد توزعت الانتهاكات بواقع تسعة عشرة حالة في عدن وخمس عشرة حالة انتهاك في صنعاء واربع عشرة حالة انتهاك في مدينة تعز واثنتين عشرة حالة انتهاك في مأرب واحد عشرة حالة انتهاك في حضر موت وست حالات في شبوة وخمس حالات انتهاك بمحافظة لحج وحالتي انتهاك مرسة في السقطرة أما محافظة الحديدة والمهرة فقد تم تسجيل حالة انتهاك واحدة في كل محافظة حذرت شرطة حضر موت من مخاطر قد تنجم عن حالة عدم الاستقرار الجوي بالمحافظة خلال الساعات القادمة الشرطة قالت ان هناك خطرا من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومن الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهده طول مطر منبهة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار وأشرت إلى خطر تشكل الضباب في الساعات الليلة المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية إلى ذلك قال السكان المحليون أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الأحد بمحافظة ريمة تسببت بانهيار منزل لأحد المواطنين بمدرية الجبين وطبقا للسكان فقد تسببت الأمطار بانهيار منزل المواطن رمزي أحمد حسن في قرية المحل بعزلة الحديدية بشكل شبه كامل وأضح السكان أن الانهيار لم يتسبب بأضرار بشرية حيث لم تكن الأسرة متواجدة في المنزل أثناء انهياره بسبب الأمطار التي استمرت لعدة الساعات رياضياً التحق اللاعب أحمد السروري ببعثة المنتخب الوطني الأول في البصرة قادماً من البرازيل ليكمل قائمة المنتخب قبل مواجهة السعودية في اليوم الأول لبطولة خالجي 25 وكان المنتخب الوطني خاض أمس حصته تدريبية ثانية على أحد الملاعب الفرعية لمدينة البصرة الرياضية وشارك في الحصة التدريبية كل اللاعبين باستثناء اللاعب السروري الذي وصل بعد ظهر الأحد إلى البصرة لينضم إلى صفوف المنتخب بدءاً من الحصة التدريبية الثالثة التي تقام اليوم الاثنين وبهذا يكتمل عقد اللاعبين المحترفين خارجياً والذين تم ضمهم وعددهم ستة لعبين فقط ليصبح عدد اللاعبين المتحين حالياً أمام الجهاز الفني 25 لعباً وسيتم استبعاد اثنين منهم قبل بدء البطولة وعقب التمارين اليومية يعقد المدرب تشيكي ميروسلاف سوكوب المدير الفني لقاء خاصاً مع اللاعبين في الفترة المسائية لينقش معهم إيجابيات وسلبيات الحصص التدريبية مستعيناً بمقاطع فيديو لمختلف التدريبات نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز عنوينها ميليشيا الحوثي تشن قصفاً مكثفاً على القرى السكنية غربي تعز ميليشيا الحوثي تلزم مالكي الصلاة بأخذ تصريح مسبق لإقامة الأعراس وتختطف ناشطاً في صنعاء شرطة حضرموت تحذر المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار تتسبب بانهيار منزل في ريمة خيطة أمان في أمانيلا